طبعا برحب بك يا كابتن هيسم وبتأكيد بكل ديوفك الكرام وبكل مشاهد يوم تابعي شاشة القناة النادي الاهلي في كل مكان ومستمرين طبعا مع حقيقة كابتن هيسم في لقاءاتنا اليوم بعد فوز فتاة الذهب ببطولة كأس مثل هذا الموسي ومعي في هذه اللحظات الكابتن محمود الوزير المدرب العامل لفريق الأول لكرة طيرة سيدات كابتن محمود طبعا في بداية برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الاهلي ألف مبروك ما شاء الله يا كابتن أداء لعبات النادي الاهلي أداء قوي أداء متميز في الثلاثة بطولات لحد الوقت مبروك بطولة الكاس لهذا الموسي ألف مبروك أولا لجماهير النادي الاهلي ألف مبروك لقناة النادي الاهلي وبشكركم لكم من تابعيننا خطوة بخطوة معنا فده حاجة كويسة جدا احنا كنا وعدنا وعملنا لقاءة في أول الموسم وقلنا إن شاء الله احنا بنوعد بالأربع بطولات إحنا الآن حققنا ثلاثة منها وإن شاء الله اللي جاي أفريقيا ربنا يسهل وإنحققها كمان ودي يعني تبقى إحنا هدية اللي إحنا بنقدمها أنا والكابتن إبراهيم والجهاز الفني والإداري إن إحنا إن شاء الله نكسب الأربعة بطلات إن شاء الله إن شاء الله يا كابتن طبعا أنا عارف إن حساباتكم كانت مختلفة شوية طبعا كل التوقعات كانت فاكرة إن في مباراة النهائي النهاردة كان الأهلي والزمالك طبعا التوقعات اختلفت الحسابات اختلفت فقالين طبعا يا كابتن زيست عدته لمباراة الشمس النهاردة والله إحنا طبعا كان كلها يعني كان كلها منها إن إحنا لما هنقابل الزمالك هنعمل إيه لكن الحمد لله كنت أنا قاعد في ماتش الشمس وأنا بتابع الماتش وأنا قاعد حسيت فعلا إن الشمس ممكن يكسب المباراة أنا قلبت كل تفكير وبيتركز في التحليل بتاعي على الشمس أكتر وبعدين أعدت مع كابتن إبراهيم وأعدنا سيرنا طول الليلة أنا هو عشان نظبط الموضوع ده لأن طبعا كل الولاد كانوا كلهم حطين حسابهم على إنها اللعب الزمالك فطبعا عشان تغيري بقى الاموشن بتاعهم عشان قطر يوصل إن إحنا لها اللعب الشمس ولازم نكسب وما نستهونش فرية الشمس إنها كسبة الزمالك فعندها أمل نتكسب الأهلي وفعلا أول شوت يمكن كان فيه ندية شوية لكن بعد كده الحمد لله يعني اللعيبة قدوا اللي إحنا قلنا عليه تمام وبفضل الله يعني كسبنا الحمد لله الحمد لله يا كابتن ومن بطولة صعبة لبطولة أصعب بطولة أفريقيا إن شاء الله يا كابتن هتستعدلها إزاي حضرتك وجميع اللعبات والجازة الفن والله إحنا يعني مش عارف أقولك إن العياء اللعيبة ما أخدوش راحة يعني لسه بنتخاني دلوقتي مع بعض عايزين نديهم راحة يومين بس عشان نخش في البطولة التانية إحنا لعبين ثلاث بطولات وربعض مفيش فيهم ولا يوم راحة الراحة اللي بناخدها يمكن نص يوم ولا حاجة وكابتن مريم الحمد لله يعني قاين بالواجب معهم ومعنا يعني فيعني مش مؤثر في التدريب بصراحة يعني وهم الأولاد بصراحة يعني استحملوا معنا شغل كتير وبشكرهم جدا على المجهود دوت وطالب منهم يكملوا بنفس الروح وبنفس الاسلوب عشان خاطر إن شاء الله ناخد البطولة الرابعة إن شاء الله إن شاء الله يا كابتن وبالتوفيق بالتأكيد إن شاء الله ومنتظرين بقى البطولة الرابعة بإذن الله رب نسار مع بعض يا سلام رب نسار وشكور لي بقى في الستوديو كلهم كابتن هيسم وكابتن محمد صلاح وكابتن طلعت نشار ضعيب ربنا يكرمهم إن شاء الله كلهم حبيبي ربنا كيف يا كابتن سلام عليكم